اه احتفالات فالناس زمان بدل ما كان نروح المحافظة عشان ندفع الفلوس ويعمل لا يبقى الناس رايحة تحتفل بالمحافظة اللي هو زي المحافظة عندنا يعني بالتشبيه ده طبعا اللقطة دي كنت دخلت سيد الرئيس دخل مع الرئيس النمساوي وانا جريد دخلت وزي ما انتوا شافين كده ده المايك بتاعنا بتاع الصادة البلد كنا الواحدين اللي عادين رحت قاعد تحت كده جنب الرئيس النمساوي تحت عشان نبقى كمان بنسجل صوت وصورة واللقطة دي مش عايز اقول لكم طبعا جوم الحرس بعد كده لانه هو ما كانش مفروض حد اصلا يدخل كما يعني مزيع يعني هو المفترض ده كان بس للمصورين ولكن دخلنا عشان نبقى حتى موجودين في اللقطة دي تجوم بعد كده فروحنا ايه داخلين الناحية التانية عايز اقول لكم منتهى الاحترام يا جماعة منتهى الادب يا جماعة احترام ايه حتى الحرس بيجي بيكلمك باحترام ومش بيضربك ولا زؤك ولا في بعض الحراسة كده تلاقيه بيغتت لا ده بيعمل شغله من غير محد يحس بعد نشار طبعا نمساوي في القمة الافريقية الاوروبية سيد رئيسة رأس وفد مصر طبعا مع وزير خارجية بطبيعة الحال لو عباس كامل ولو محسن عبناء يعني فازين بقول لحضراتك والسفير المصر سفير عمر عامر مصر طيب انا النهاردة وانا بعمل ده وانا بتكلم على السياحة واللي انا متدايق ومن حق ازعل على بلدي بصراحة من حق ودايما والله وانا راجع النهاردة في الطيارة من ساعة ما طلعت الطيارة لحد ما وصلت بقول يا جماعة احنا بنعمل كده في نفسنا ليه ليه بنعمل في نفسنا فين الناس احنا عشان كده بنقول دايما بنقول عندنا مشكلة مشكلة